موسيقى مهلا بكم مشاهدين الكرام لحلقة اليوم من الطاولة المستديرة طالبت الادارة الذاتية روسيا القيامة بدور اكثر فاعلية لضبط الاوضاع في الشمال السوري وتحريك المشاورات مع دمشق الجدير بالذكر ان وفدا من وزارة الخارجية الروسية زار مدينة عين عيسى بشمال السوري والتقى مع ادارتها للاطلاع على الاوضاع الخدمية والبنية التحتية في المدينة واجتمع الوفد الروسي مع الرئاسة المشتركة لمجلس عين عيسى حيث طالبت الاخير الوفد بالمساهمة في ايقاف العدوان التركي وبعاد الفصائل الارهابية عن المدينة لايقاف عملية النزوح التي تشهدها المنطقة جراء العدوان القوات الامريكية بدورها تعزز تموضعها في مناطق شمال شرق سوريا رتلا امريكي مؤلف من ثلاث مدرعات وثلاث دبابات يحمل مواد لوجستية وعسكرية دخل عبر معبر الوليد الى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية مع تحليق طائرات حربية امريكية رفقت الرتل كما اكد المرصد السوري ان نحو ستين شاحنة امريكية محملة بالدبابات خرجت من مدينة القامشلي باتجاه مدينة رميلان شمالي شرق سوريا يشار الى ان القوات الامريكية تقوم مؤخرا باعادة انتشار في المنطقة في اطار التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لمحاربة تنظيم داعش الارهابي وللحديث عن هذا المشهد وكشفي ثناياه يسعدني ان ارحب بضيفي هنا في الستيديو السيد او الدكتور عبدالكريم عمر الرئيس المشرك لدائرة العلاقات الخارجية في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اهلا بك دكتور عبدالكريم وارحب ايضا بضيفي من واشنطن الاستاذ مسعود معلوف سفير متقاعد وخبير في الشؤون الامريكية اهلا بك استاذ مسعود ومن موسكو دكتور ويسام جوات كاتب ومحلل سياسي اهلا بك دكتور ويسام لو ابدأ سؤال حلقة الليلة من لادونك ضيفي من واشنطن استاذ مسعود معلوف الان لو تحدثنا بين الصراع الدولي وبين التخطيط الاقليمي الحاصل في شمال وشرق سوريا من هو الذي يضبط الايطاع في هذه المنطقة بالواقع اولا تحية لك ولضيفيك الكريمين وللمشاهدين الاعزاء من واشنطن اهلا بك بالواقع الامر غامض جدا ولا احد بالضبط يستطيع ان يتنبأ ما يمكن ان يحصل بسبب التصرفات الغريبة التي قامت بها الادارة الامريكية مؤخرا منذ العام الماضي فحاليا نجد حوالي 600 جندي امريكي في منطقة في شمال شرق سوريا بينما تركيا قد اخذت بقرار امريكي وبموافقة امريكية حققت ما تسميه منطقة امنة لها لكننا نعرف انها ليست امنة وهناك ايضا العديد من التحركات التي تقوم وتحصل من هنا متفجرات من هنا ومتفجرات من هناك وكل فترة يتخذ الرئيس ترامب قرارا مناقضا للقرار الذي كان اتخذه في السابق ولا احد يعرف حاليا اين هي الامور بالضبط وكيف ستطور كيف عقوا كيف ستتطور الامور حاليا كما هي تركيا تحتل بصورة غير شرعية وبموافقة امريكا وحدها قطعة من الاراضي السورية على حدودها هناك الولايات المتحدة واقعة في موقف حرج جدا فهي متحالفة مع تركيا في منظمة حلف شمال الاطلسي الناتو وهي متحالفة مع الاكراد لمحاربة داعش وهؤلاء وهذين هذان الحليفان مختلفان مع بعضهما البعض ويحاربان بعضهما البعض ويكرهان بعضهما البعض وبالنتيجة اصبحت امريكا قد خسرت ثقة جميع الفرقاء ولا يتعاون معها ولا بالاحرى لا يتحالف معها الا من هو بحاجة ماسة لكي يتعاون فترة مرحلية لانهم يعرفون ان الولايات المتحدة لن تستطيع ان تبقى حليفة لهم دائما فهي تغير موقفها ولذلك لا نعرف بالضبط كيف ستتم التطورات في المنطقة هل ستكون على الصعيد المحل فقط هل هناك تدخلات بعيدة المدى ويبقى ان الولايات المتحدة في تدخلها حاليا في المنطقة التي نشرت فيها بعض الجنود تنظر دائما في الافق البعيد الى ايران وهي تريد تفعل كل شيء وتنظر الى ايران لانها تسعى الى اعادة المفاوضات معها ولكن هذا حديث ربما يأتي لاحقا ولكن في الوضع الحالي حاليا انا شخصيا اقول بصراحة انني لا ارى في الموقف الامريكي خطوطا عريضة واضحة بستطيع ان نفهم منها ما هي السياسة الامريكية او ما هي الاستراتيجية الامريكية في المنطقة لنرى كيف يقرأ الدكتور ويسام الاقاع الروسي او الدور الروسي في شمال شرق سوريا على وجه الخصوص دكتور ويسام سأعيد عليك سؤال ان كنت اسمع صوتي الان بشكل واضح ارجو منك ان تعلمني بذلك تسمعني بشكل واضح دكتور ويسام لا طيب سنحاول استدراك هذه المشكلة ريثما تجهس ارحب بك مجددا دكتور عبد الكريم عمر اهلا وسهلا مساء الخير وتحية لضيفيك الكريمين مساء الانوار يعني في ظل هذا الطرح من قبل الاساث مسعود وتساؤلنا وتساؤل الكل الذي راقب الملف السوري نرى تخبط حقيقي في الاستراتيجية الامريكية الان بعد هذا المشهد الدموي والعدوان التركي وهناك من يؤكد بان هناك ضوء اخضر امريكي في ظل كل هذه المعطيات كيف تنظر الادارة الذاتية الان مجددا لترتيب وضعها الداخلي وترتيب دور علاقتها مع الولايات المتحدة الامريكية يعني بالنسبة لعلاقة الادارة الذاتية مع الولايات المتحدة الامريكية كان هناك تنسيق في مواجهة داعش في الوقت الذي حصل هذا التنسيق كان داعش تهدد المنطقة وكانت كوباني على وشك السقوط وبالنسبة للتحالف الولايات المتحدة الامريكية كانت بحاجة أيضا إلى قوة أرضية لمواجهة الأرهاب ونحن عندما شنت داعش الهجوم على المنطقة وبصورة خاصة على كوباني توجهنا بالنداء إلى كل المجتمع الدولي إلى روسيا الاتحادية حتى إلى دمشق لأن تلعب دوريها لكن ما حصل أن التحالف الدولي هو الذي كان بحاجة لهذا التحالف وبالنتيجة استطعنا بهذا التنسيق النقطي على دولة داعش وهذا ما خدمه كل الإنسانية لكن للأسف ونحن لتجنب ما حصل في عفرين لتجنب عدوان تركيا على المنطقة نحن تجعبنا مع المبادرة الأمريكية والتزمنا بكل ما تم الاتفاق عليه لكن تخلت عن الولايات المتحدة الأمريكية عن التزاماتها وانسحبت من المنطقة وعطت الضوء الأخضر لتركيا لإحتلال المنطقة وما زال هذا العدوان مستمرا ما يقوله سيد ترامب بأن تركيا التزمت بوقف أطلاق النار هذا غير صحيح هناك هجمات يومية وتحاول تركيا بشطة طرق أن تسيطر على مناطق أخرى وبصورة خاصة تلتمر وعين عيسى وطريق الدولي M4 وفيما بعد وأيضا لتجنب عدوان جديد وبعد أن تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن التزاماتها في هذه المرحلة الذي قضينا فيها على دولة داعش ولكن لن نقطع على داعش لداعش ما زال موجودا الأرهاب ما زال موجودا ونحن نؤكد بأن العدوان التركي كانت فرصة لداعش ليعيد تنظيم نفسه من جديد وهناك عمليات أرهابية حصلت فيما بعد وبصورة خاصة في مدينة القامشي وفي مناطق أخرى وبالاعتداء التركي أيضا كانت فرصة لتركيا وللمرتزقة المرتبطون أو المدعمون من تركيا بالعمل على أطلاق الصراح حوالي 850 بين أمرأة والطفل وكان عدد غير قليل هولاء الأطفال هم أشبال الخلافة نتيجة العدوان التركي واستهداف مخيمة عن عيسى تم هروب عدد كبير من هؤلاء النساء الداعشيات والأطفال إلى المناطق التركية كان هناك سجن بمنطقة كوباني بعد انسحاب التحالف أيضا استهدف الطيران التركي هذا السجن وأدى إلى هروب عدد كبير من النساء الداعشيات الخطيرات جدا والمجرمات وهذا السجن كان لهؤلاء النسوة أيضا هربنا هؤلاء النسوة من هذا السجن وقام المرتزقة المدعمون من تركيا بمساعدة هؤلاء النسوة للتوجه إلى مناطق تركيا المناطق التي هي تحت النفوذ التركي وكما تعلم ويعلم من الأخوة المشاهدين أيضا عدد كبير من الدواعش الذين حربوا من باغوس ومن مناطق الأخرى توجهوا إلى مناطق الاحتلال التركي وتم قتل أبو بكر البغدادي في منطقة حدودية وتم استهداف أبو حسن المهاجر في مدينة جيرابلس فهذا الموضوع عقد من الأزمة في سوريا أكثر وكانت فرصة لداعش ليعيد تنظيم نفسه من جديد ولتجنب احتلال آخر تجاوبنا أيضا مع الاتفاقية الروسية التركية والتزمنا بكل ما اتفقنا عليه وانصحبت قوات سوريا الديمقراطية من هذه المناطق وأكدت القوات العسكرية الروسية الموجودة في الميدان على ذلك ولكن تركيا دائما تهدد ودائما تهدد وهي تحاول احتلال مناطق جديدة نعم حتى في ظل الاتفاق مع روسيا أسمع لي في هذه النقطة أعود إليك دكتور ويسام أتمنى أن تكون المشكلة قد حلت هل تسمعني بشكل جيد؟ أسمعك جيد نعم دكتور ويسام الآن حول الاتفاق الروسي التركي وحول موضوع الإيقاع سألت أنا الأستاذ مسعود بأنه من يضبط الإيقاع ومشهد شمال شرق سوريا مع الألم بأن تركيا لم تلتزم قيد أنملة كما يقال بأي اتفاق لا الذي تم إبرامه مع الروس ولا حتى مع الأمريكان والعمليات العدوانية ما زالت مستمرة إلى هذه اللحظة طبعا من الطرف الروسي كان وما يزال حذرا الخطوات التي تخطوها تركيا في شمال شرق بيدي سوريا تركيا تصرفت تصرف غير منطقي وغير مقبول تجاه ما اتفق عليه بالسوشي وأكثر من مرة وشير إلى ذلك قبل الجانب الروسي يعني من الناحية الرسمية حتى وجدنا أن اللغة الأخيرة لوزيرة خارجية الروسية قد تغيرت يعني إلى حد ما يشير في ذلك إلى الخروج عن ما تم الاتفاق عليه تركيا تحاول ابتزاز الأطراف يعني تبتز أمريكا تبتز روسيا تبتز المنطقة أوروبا أيضا يعني على سبيل المثال عندما تهدد تركيا بين الحينة والأخرى بفتح الأبواب أمام الهجرة إلى أوروبا تريد بذلك أن تخيف الدول الأوروبية من موجات جديدة من المهاجرين كل هذا ابتزاز تتصرر به تركيا تجاه أوروبا أما تجاه روسيا فهي أيضا تمارس هذا النوع من الابتزاز السياسي السخيف لأن روسيا تدرب تماما ما تريده تركيا على خلاف ما تعتقده تركيا مثلا يعني لنفرض بالنسبة للسير يعني أقصبية الغاز بالنسبة للأربعمائة إلى سربعمائة إلى حد هذه النحلة كانت تظهر بعض الخلافات مع الولايات المتحدة بينما هي في الواقع لم تكن في خلاف في اليوم مع الولايات المتحدة سوى من الناحية الشكلية أما من أمريكا فأمريكا أيضا تدرب تماما بأن عليها بهذا الشكل أوبذ أوذاق أن تحافظ على علاقات معينة مع تركيا ذلك لأنها تدرب تماما الموقع الستراتيجي الموقع المهم بالنسبة للعلاقات فيما إذا في المستقبل تطلبت من الناحية الجيوسياسية والجيغرافية أنه تستعين بتركيا لذلك يعني شاعر أردغان بهذه الواقعية أنه هو محتاج من تبل الأطراف الأخرى يعني يدرك الآن بأن الورقة بيده ولكن واقعنا حال أن أردغان لا ينظر نظرة بعيدة يعني يدل على أنه فعلا مراهق سياسيا لو ليس له النفجر سياسي الكافي لكي ينظر بعيدا يعني هناك غياب للبصر والبصيرة غياب البصر لأنه لا يستطيع أن يرى مثلا أبعد من ألفه لأنه هناك دول في المنطقة أصبحت لا تتحمل ما يتصرفه أردغان ولكن لا أحد يتصرف كتاب ويسا البصير أنك لو استوعبت مثلا ما يحصل الآن لما فعلت ما تفعله حاليا في المنطقة بهذا الشكل الذي يستفز بها لا أبناء سوريا فقط لا أبناء المنطقة كلها وإنما يضع العالم في حالة محرجة بصراحة أستاذ مسعود لو تحدثنا عن الداخل الأمريكي يعني قرار كما أفدت حضرتك وأسلفت بدقائق الحلقة الأولى بأنه هذه القرارات الارتجالية أنصحت التسمية للرئيس الأمريكي أدت إلى المشهد لمكان لا يحمد عقباه كما يقال ولكن ماذا عن باقي الإدارة يعني هل تمكن أردغان دعنا نقول هل نجح بفرض غوط على السيد لينسي جراهم هل أثر على لينسي جراهم الذي كان رافض لأي تصرف عدواني من قبل أردغان فيما يتعلق بشمال شرق سوريا وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية هناك نعم يبدو أن أردغان قد تمكن من التأثير بعض الشيء على السيناتر لينسي جراهم ليس فقط بالنسبة إلى موضوع الوجود التركي في شمال سوريا ولكن أيضا بالنسبة إلى أقرار يتخذه عادة يتخذه عادة الكونغرس الأمريكي سنويا باعتبار المذبحة التركية ضد الأرمن في العام 1915 ويندد الكونغرس بذلك هذه السنة وقف لينسي جراهم بعد لقائه مع أردغان ضد هذا القرار ولم يصدر هذا القرار عن الكونغرس كما كان يصدر في السنوات الماضية أي أن أردغان استطاع أن يؤثر إلى حد ما على لينسي جراهم هذا السناتر الذي يؤيد ترامب هو عادة بصورة عامة ويدافع عنه كثيرا ولابد هنا من التوضيح أن الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة ترامب ما تفعله هو فعلا غير ومن جهة فهي تمنح أراضي الغير لأفريقاء لفريق ثالث كما فعلت بالنسبة إلى الجولان مع إسرائيل وكما اتخذت مؤخرا أعلنت مؤخرا أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ليس مخالفا للقانون الدولي ومن جهة ثانية سمحت لتركيا أن تخزوا قسما من الأراضي السورية في الشمال الشرقي من سوريا وهذا أمر خطير جدا لأنه ليس فقط يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولكنه قد يشجع دولا أخرى ربما روسيا ربما الصين ربما من يعرف من بأن تقوم بأعمال نفسها وبأن تحتل أراضي غيرها دون مصوغ قانوني وهذا أمر خطير جدا ويخلق وقد خلق سابقة جد خطيرة الإدارة الأمريكية هنا ليست متماسكة فالكونغرس بغرفتين هناك مجلس الشيوخ بأكتريته الجمهورية التي تؤيد الرئيس ترامب ومجلس العموم مجلس النواب الذي تسيطر عليه أكترية ديمقراطية هو ضد الرئيس ترامب والرئيس ترامب حاليا في وضع دقيق جدا وصعب جدا هذا بالإضافة إلى أن المعركة الرئاسية قد بدأت وهي ستكون والانتخابات ستجري في الرابع من نوفمبر من العام القادم والترامب يركز كثيرا على معركته الرئاسية والكونغرس حاليا بمجلس النواب الذي تسيطر عليه يسيطر عليه الديمقراطيون كما قلت يقوم حاليا باتهام ترامب وبالتحقيق معه في أمور تتعلق بتصرفاته مع أوكرانيا وفي ذلك أمر خطير جدا للرئيس لا نتوقع إطلاقا أن يستطيع الكونغرس أن يزيل الرئيس ترامب أن يعزل الرئيس ترامب من الرئاسة لأن مجلس الشيوخ معه ويؤيده ولكن في ذلك إضعاف له ربما قبل الحملة الانتخابية القادمة وترامب هنا يعمل أي شيء من أجل أن يحصل على الأصوات طيب أن عكسات هذا الأمر على المشهد السوري وبالتحديد شمال شرق سوريا أستاذ مسعود نعم إذا رأى ترامب أن له مصلحة ما في أي تصرف بسوريا فإنه سيأخذ هذا المنح إن مصلحته الشخصية ومصلحته الانتخابية حاليا تسبق أي مصلحة أخرى ولا يمكن لأي فرد إطلاقا أن يتنبأ ما يمكن أن يقوم به الرئيس ترامب صباحا حتى القوات الأمريكية الموجودة حاليا في الأراضي السورية ربما يستيقظوا جوند صباحا ويرون تغريدة من الرئيس ترامب تطلب منهم الانسحاب من الأراضي يعني هذه النقطة في غاية الأهمية فتحت باب أني أسأل ضيفي هنا في السيديو الدكتور عبد الكريم في ظل هذا التخبط الأمريكي في ظل الفكرة الوافرة التي تفضل بها الأستاذ مسعود هل تعولون من جديد على أي موقف أمريكي في المشهد السوري دكتور عمر وإن كان لأ الجواب ما هو البديل لديكم يعني بالحقيقة في يوم من الأيام لم نراهن على الخارج وكما ذكرت نسقنا مع الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف في مواجهة أرهاب داعش وبنفس الوقت لم نقطع العلاقات في يوم من الأيام مع روسيا الاتحادية حتى بعد احتلال العفرين بالاتفاق بين روسيا وتركيا وحتى مع الحكومة السورية لم نقطع ودائما كنا نراهن على الحوار السوري السوري حاولنا أكثر من مرة مع دمشق للحصول على تفاهمات وتوافقات بخصوص الحل السياسي السوري حتى مع المعارضة مع الاتلاف مع بعض مكونات الاتلاف دائما كنا نحاول عن طريق الحوار أن يتم التغيير الوطني والديمقراطي المطلوب لبناء سوريا جديدة ديمقراطية هذا ما كنا نراهن عليه لكن صحيح المشهد السياسي الجديد بهذه التدخلات الإقليمية والدولية وهذه القوة العسكرية الموجودة على الأرض تركيا تحت الجزاء غير قليل من سوريا الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول التحالف موجودة على الأرض روسيا الاتحادية موجودة في هذه المنطقة وبقوة بالإضافة إلى حرص الحدود السورية الموجودة على طول الحدود بين سوريا وتركيا بالإضافة إلى وجود قوات سوريا الديمقراطية أعتقد هذا ما يعقد المشهد أكثر وهذا ما يعقد الأزمة في سوريا أكثر يعني نحن لم يكن أمامنا خيارات نحن بالبداية نسقنا مع تركيا نسقنا مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة داعش ولتجنب العدوان التركي كان هناك تفاهمات مع أمريكا ومع تركيا ولم نحارب تركيا كما ذكر ضيفك الكريم من روسيا بأن هناك قوتين متحاربتان ويكرهون بعضهم نحن لم نحارب تركيا ولم تتوجه طلقة واحدة إلى تركيا ودائما كنا نحاول أن يكون هناك أفضل علاقات بين الدولة الجارة تركيا ودائما كنا نحاول أن يكون هناك حوار بيننا وبينهم ونحن لا نكره تركيا ولا نكره الشعب التركيا تركيا هي من تهدد هذه المنطقة تركيا هي من احتلط هذه المنطقة نتيجة لأزمتها الداخلية ونتيجة للفوبيا من القرر ومن قضية الشعب الكردي دائما يقولون الأتراك بأنهم لا يقبلون إقامة أي كيان ديمقراطي كردي ولو على سطح القمر كان هناك مقولة مشهورة للرئيس التركي السابق سليمان داميرل كان يقول لا نقبل بإقامة أي استاتوه ديمقراطي كردي ولو بشكل خيمة بأدغال أفريقيا من هذه الزهنية التركية هي تحارب الكرد ومن هذه الزهنية يعني في نقطة في غاية الهمية موضوع الروس يعني دعنا نتحدث قليلا عن هذا الدور الروسي بما أن الدور الأمريكي الكل أجمع بأنه لا يتم الرهان عليه في هذه الفترة من المعلوم بأنه هناك اتفاق عسكري تم بين روسيا وقوات سوريا الديمقراطية أدى بمجمل الأمر لانتشار حرص حدود سوري في هذه المنطقة هل هناك وعود بأنه سينبثق دعنا نقول حل سياسي أو تفاوض سياسي بينكم وبين دمشق وهل روسيا بالفعل جادة إلى درجة كبيرة لاتجاه بهذا الحل كما يقال أو موضوع التفاوض السياسي أعتقد روسيا ليس من أولوياتها في هذه المرحلة حصول أي حوار جدي بين الإدارة الزاتية لشمال والشرق سوريا وبين دمشق لديها أولويات أخرى من الأولويات هي تعميق الأزمة أكثر بين تركيا وبين الناتو من أولوياتها الاتفاقيات التجارية بينها وبين تركيا صفقة الصواريخ الأربعمية موضوع عنابيب الغاز وهذا ما يشكل لدينا هواجس تصريحين لسيد وزير خارجية روسيا خلال الأسبوع يدعي فيها بأن قوات سوريا الديمقراطية لم تلتزم بالتفاهمات التي تم الاتفاق عليها وأن الكرد والإدارة الزاتية تراجعت عن الحوار مع دمشق بعد عودة الولايات المتحدة إلى المنطقة روسيا هي أكبر أكثر دولة تعرف بأننا دائما كنا نراهن على الحوار السوري السوري ودائما كنا نطرق أبواب روسيا اكتبارا من 2015 و2016 كان هناك اللقاءات بيننا وبين دمشق بقاعدة حميميم الجوية وكانت يومها روسيا جادة لأن كان هناك مشكلة بينها وبين تركيا نتيجة الإسقاط الطائرة روسية لكن فيما بعد وبعد عودة العلاقات بينها وبين روسيا تغييرت الولايات تباها في 2017 كانت لدينا حوارات مع روسيا في 2018 بآخر في 2018 كان هناك زيارة لموسكو وقدمنا لهم خريطة طريق واضحة للملاحم ووعدتنا روسيا بأن تلعب دور لكن لم تحرك ساكنا به قبل شهرين كان هناك اللقاءات بيننا وبين روسيا وبهذه الفترة عنده حصول التفاهمات أو بعد اللقاء بين بوتين وأردوغان أيضا كان هناك اللقاءات بيننا وبين الروس وأكدوا بأنه بعد انتشار قوات على الحدود ستلعب دور روسيا كضاما لبدء حوار سياسي جدي ونحن دائما كنا جادين لكن تصريحات لابروف بهذه المرحلة بهذه الطريقة تخلق لدينا هواجس بأنه يمكن أن يكون هناك صفقات جديدة على حساب الكل وعلى حساب سكان هذه المنطقة تكون هناك صفقات جديدة أو تبادل ويمكن بلشتها لموضوع أدلب صحيح فهذه التصريحات من السيد لابروف وروسيا أكثر لو لي تعرف بأننا جادون بموضوع الحوار ونحن نترك أبوابهم يوميا لكن هذه التصريحات هي تؤشر أن هناك صفقات جديدة أو هناك تبادل جديد للمناطق بخصوص موضوع أدلب وأيضا على حساب هذه المنطقة وعلى حساب مكونات الشمال وشرق سوريا ودائما الشعب السوري هو من يدفع الضريبة يعني للأسف كل هذا الكلام والحديث ذكرني بالمثل القائل مصائب قوم عند قوم فوائده دكتور ويسام مصائب قوم عند قوم فوائده هل بالفعل لا يهم الروس الآن في هذه الفترة موضوع الحوار السوري السوري وإنهاء الأزمة السورية سياسيا لأنها ترنو إلى دعنا نقول أهداف استراتيجية وعلى رأسها موضوع خلق شرخ ودق أسفين بين كل من الناتو وتركيا ليس بهذه الحدة يعني روسيا لو لم تكن مهتمة بحل القضية السورية لما شغلت بها في جينيف وفي غسطنة وفي أماكن أخرى وفي سوروشي يعني روسيا يهمها الحل المنطقي للقضية السورية ككل يعني بالنظر الشمولي إذا كانت القضية الكردية ضمن هذه المشكلة القائمة حاليا فأيضا في هذا المجال لم تدخر وسعا روسيا في سبيل إيجاد صيغة مقبولة للطرفين يعني أفصل للطرف الحكومي والطرف الكردي أيضا لأن هناك أمور ثانية الحقيقة تجغل بال روسيا يعني روسيا ليس متبرغة يعني يجب أن نتفهم أيضا روسيا بشكل منطقي يعني روسيا عندما نفسرها بهذا التفسير نشعر وكأنها هي داخلة ضمن خطة أو فكر معين ذاتي الصرف يعني تفكر بنفسها وبمصلحتها هذا الواقع أعتقد غير مقبول إلى حد ما لسبب بسيط أكرر لأن ما قامت به روسيا الكثير والكثير في سبيل أولا ضرد الإرهابيين من سوريا في سبيل إيجاد صيغة مقبولة بين الجانب التركي والسوري في سبيل إيجاد حل المشكلة السورية تكون بما فيها القضية الكردية كل هذه المؤشرات لا تدل على أن روسيا كانت تفرغ لمصلحتها فقط لا صحيح أن هناك مصالح عند الدول صحيح أن روسيا أيضا تهتم بمصالحها ولكن النظر المبدئية أعتقد نجدها في روسيا أكثر بكثير من ما نجدها في أي دولة أخرى وعلى هذا الأساس علينا أن لا نظلم هذا الجانب الذي يوقف إلينا معنا هذه الفترة وأن نعطيه حقه كما يجب دكتور ويسام يعني أشاهد هنا أنا آسف لمقاطعتك ولكن في نقطة في غاية الهمية يعني يوجد لدينا ضيف في الستيديو وهو الرئيس المشرك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يتحدث بكل شفافية وأنا متقصد الليلة بأن أحصل على معلومات دقيقة هناك لوم على روسيا بأن روسيا غير جادة في موضوع خلق حالة إيجابية تكون راعي إيجابي لخلق جود تفاوضي بين كل من دمشق والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا يعني كيف يقرأ ويفسر هذا الأمر أولا نحيي ضيفكم من طرف الكردي يعني أنا أحييه فعلا لأنه بس أود أن أقول له أنا أيضا من ظن المجموعات الكثيرة التي وقف في جانب القضية الكردية في عراقنا مثلا وما زلت أقف إلى قضية الشعب الكردي لأنها قضية عادلة كبقية الفئات التي تكون المجتمع السوري والعراقي لكن هناك أحيانا تطرق بعض البوادر التي علينا أن نأخذ نظر اعتبار الطرف الكردي أحيانا ليس ككل وإنما بعض الأطراف في القيادة الكردي أحيانا تتبع السياسة وما تكون غير مقبولة يعني هذه التي أشار إليها لابرو في الفترة الأخيرة لم تكن اعتباطا يعني كان لها أيضا أسبابها عندما يقول بأنه عندما انسحب الأمريكان وبدأت تركيا بالتحرك نحو الشمال الشرقي لجأ الأخوان الأكراد إلى إيجاد صيغ مقبولة وتفاهم عن النظام في سوريا ولكن ما أنعبت أمريكا حتى عاودوا إلى اتخاذ مواقع ثانية هذه الأمور لا تدل على رضا من قبل الطرف الروسي طبعا لأنه وضعت أمامهم نقاط معينة كان يفرض أن تؤخذ بها لكن ذلك لم يحصل لأسف يعني أنا أحدثك وأقوله لك بصراحة حتى هنا الأخوة الأكراد في موسكو يعني ما يسمى بمنصة موسكو هم أيضا تفقين تماما على أن يكون الاتفاق بين الحكومة السورية وأخوة الأكراد بشكل داخلي سوري بحر يعني لا للتدخلات الأجنبية أخي العزيز أنا في اعتقادي وفي تصوري أن من يعتمد على أمريكا أن من يعتمد على يحد ما على تركيا أن من يعتمد على روسيا حتى على روسيا هو واهم لأن المصلحة الأساسية للشعب الكردي والشعب العربي في سوريا هي مصلحة واحدة هو المصير المشترك واحد ولذلك على هذين الطرفين أن يتفق بأي شيء تنمي عشكا يعني إلى متى نعتمد على ما يقوله الأمريكان أو ما يقوله الروس أو ما يريده الروس أو ما يفكر به الأتراك يا أخي ما الذي يمنعنا من أن نجد لغة مشتركة في سبيل إيجاد كلامك جميل ودقيق جدا وفي مكانه ليست مستحيل صحبه لكن ليست مستحيل يا أخي نعم يعني كلامك دقيق وجميل جدا وفي مكانه بالتحديد أستاذ مسعود بالعودة إليك الآن هناك تكهنات كثيرة رسمت آمال وأبعاد لشمال شرق سوريا ولكن بالعودة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة اليوم هناك حديث عن عودة رتل وأكثر من ستين شاحنة كيف سيقرأ هذا الأمر مجددا في المشهد السوري نعم هذا الأمر برأيي أنا الشخصي هو أمر مؤقت لأن كما قلنا في السابق وكما تفضلت أنت بالذات هناك تخبط في السياسة الأمريكية عندما قرر الرئيس ترامب في أكتورك في العام الماضي في أواخر العام الماضي الانسحاب من سوريا ما أدى إلى استقالة وزير الدفاع عنده قرر فيما بعد أيام قليلة أن يبقى قليلا وسحب بعض الجيوش فقط ثم في مطلع أكتور الماضي من هذه السنة أيضا قرر الانسحاب وثم بعد ذلك قرر أن يعود ستمائة جندي إلى منطقة التي فيها البترول قال أنه يريد أن يحافظ على البترول كي لا يأخذه محاربو ومقاتلو داعش وعندما كان نائب الرئيس مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في العراق الأسبوع الماضي قال ما معناه أنه ربما يوما ما قد ينسحب الجيش الأمريكي من المنطقة وذلك لأن الإدارة لا تريد أن ترى جيوشها يتعرضون للمخاطر ويقتلون ترك الباب مفتوح لذلك أمام إما البقاء أو الخروج ولذلك هناك غموض فإذا دخلت شاحنات فهذا لا يعني أنها ستبقى وإذا خرجت هذا لا يعني أنها لن تعود إطلاقا أنا مقتنع فعلا أن الرئيس ترامب ليس لديه سياسة واضحة ولا يعتمد على المستشارين الأقربين حواليه العسكريين الذين يعطوه النصائح أو المعلومات فهو لا نعرف كيف يتخذ قراراتي فدخول الشاحنات التي تحدثت حضرتك عنها الآن لا أستطيع أن أتنبأ أي شيء بما ولا أفسره بأي إلا أنه ربما قد يكون لزيادة عدد الجنود المتواجدين لحماية أبار النفط كما يقول الرئيس ترامب لأنه له مصلحة أيضا في ذلك هنا أو ربما هل هناك من تذكير آخر هل يودون دعم فريق على حساب فريق آخر الموضوع ما زال غامضا بالنسبة إلي وبنسبة إلى الكثيرين لأن ذلك لا يدخل ضمن استراتيجية أمريكية واضحة لسياستها تجاه سوريا أو تجاه تركيا أو تجاه العراق كلها أمور ارتجالية كما تفضلت حضرتك في بداية هذه الحلقة نعم دكتور عبد الكريم بالعودة إليك في ظل هذا الحديث في ظل هذا المشهد الجديد في ظل أيضا عودة قوات الولايات المتحدة وإعادة تموضع دائما الحجة الروسية هي بأنكم كلما تغير الموقف الأمريكي تغير موقفكم وأيضا دمشق في نفس الجزئية والسياق تقول بأنكم تتعاملون مع دولة احتلال الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الجزئية لو سمعني هذا سؤال مهم جدا أتمنى أن تعطيني بعض الوقت تعليق أن أرد على بداخلات الدكتور ويسام أيضا طبعا أتفق مع الجزء الأخير من داخلته من يراهن على الآخرين يكون لذلك نحن لم نراهن في يوم من الأيام لا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الآخرين وبالوقت الذي كان التنسيق بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية بأعلى المستويات ولم يكن يسيطر نظام على 15% من مساحة سوريا كنا نحاول بقدر الإمكان أن يكون هناك حوار جدي بيننا وبينهم وكان دائما نطلق أبواب موسكو لتلعب دور بهذا الموضوع لتلعب دور ضامن ولكن للأسف النظام لتاريخ اليوم لم تتغير زهنيته ما زاله يفكر بسينية قلب قبل 2011 ويعتقد بأنه عسكري يمكن أن يسيطر على كل سوريا ويعيد إنتاج نفسه هذا أولاً بالنسبة للدور الروسي أقولها للتاريخ لأن كل اللقاءات التي حصلت دائماً كان جزء من هذه اللقاءات اعتباراً من اللقاءات التي حصلت بنهاية 2016 بحميمين وإلى كل اللقاءات مع الجانب الروسي ويمكن أن يسمعوني الآن بالخارجية الروسية دائماً كنا نحاول أن تلعب روسيا دوراً بموضوع الحل السياسي ودائماً كنا نقوم بمبادرات ودائماً كنا نقدم خراء الطريق ودائماً كنا نحاول أن تلعب روسيا دوراً في هذا الموضوع بعد عودة العلاقات بين روسيا وتركيا كما ذكرت لم تكن أولويات روسيا هي موضوع الحوار بيننا وبين ديباشت كانت لديها أولويات أخرى ولكن بعد التفاهم الأخير بين سيد بوتين وأردوغان وبعد تجاوبنا مع هذه المبادرة كنا نعتقد بأن روسيا ستلعب دوراً بموضوع الحوار السوري السوري لكن تصريحات سيد وزير الخارجية في هذا الوقت وهو أكثر من يعرف موقفنا وهو أكثر من يعرف بأننا جديين بموضوع الحوار مع دمشق هذا ما يخلق لدينا هواجس نحن من طرفنا دائماً كنا نراهن كما هو قال على الحوار السوري السوري ونراهن على الاتفاق مع دمشق لكن عندما يكون الطرف الآخر غير مستعد ماذا سنعمل هذا بخصوص مداخلة الدكتور رويسان بموضوع الولايات المتحدة الأمريكية بالحقيقة هذه ثالث مرة الرئيس ترامب يأخذ قرار بالانسحاب ويتراجع لم نكن نحن من جلبنا الولايات المتحدة الأمريكية ولم نكن نحن من نقرر أن يخرج الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المنطقة ولم يكون القرار بيدنا أو تم النقاش معنا بخصوص عودة رئيس ترامب بقراري أعتقد موضوع حماية عبار النفط أعتقد هذا كلام غير دقيق أعتقد عودة رئيس ترامب عن قراري أعتقد لها علاقة بالضغوطات التي حصلت داخل الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرار رئيس ترامب بالانسحاب وبعد الانتهاكات التركية وبعد التعاطف الدولي معنا وحتى خيانة المجتمع الدولي الدولي الذي لعبناها في مواجهة الأرهاب والتي خدمت كل الإنسانية وداعش ما زال موجودا يتركنا سيد ترامب والمجتمع الدولي لقمة لتركيا لإرتكب المجازر وإبادة الشعب الكردي ووعد هذه التجربة الديمقراطية أولا وثانيا لمصلحة الأمن القومي لأمريكي ومصلحة الأمن القومي لحلفائه أعتقد نتيجة لهذه الدغوطات والإنسان الانتخابات الأمريكية على الأبواب تراجع رئيس ترامب عن قراره وأيضا عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جزء من هذه المنطقة وبداية سيد ترامب أهدى أردوغان هذه المنطقة التي تم احتلالها وابتعد عن الحدود التي كانت تسبب مشاكل بينه وبين تركيا وسلم هذه المنطقة لروسيا لكي هو أعتقد يلعب أو يمارس الدور لكي تحصل من جديد مشاكل بين روسيا وتركيا ودائما هذه أجندات ومصالح الدول الكبرى ودعم على حصاب الشعوب فلذلك نحن لم نتعامل مع الاحتلال نحن نستقن مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة داعش وهذا التنسيق كان نتيجته تحرير 30% من مساحة سوريا من الأرهاب وحربتم تنظيم داعش الهبي ديابة عن العالم والمشمع الدولي ولم نوجه في يوم من الأيام في هذه المنطقة سلاحنا لأي طرف آقر صح غير داعش نحن فقط مارسنا حقنا بالدفاع المشروع عن النفس ولم نرهن على أي طرف دولي ونحن نعتقد بالحوار السوري السوري وباتفاق السوريين هذا ما ستكون بداية أو لن يكون هناك بعض الحصول هذا الاتفاق وإجراء التغيير الوطني والديمقراطي المطلوب لن يكون هناك مبرات أصلا لوجود قوة أجنبية على الأرض السورية وبهذا الاتفاق سنحافظ على وحدة سوريا وبهذا الاتفاق سنحمي حدوث سوريا وأيضا بهذا الاتفاق وحده باتفاق السوريين سنقضي على الأرهاب لأنني أعتقد لا يمكن قضاء على الأرهاب عسكريا إذا لم يتم حل الأزمة في سوريا ولم يتم بناء سوريا جديدة ديمقراطية ليس فقط لا نستطيع القضاء على داعش ممكن أن تظهر دواعش جديدة بمسلميات جديدة هذا هو خيالنا هذه هي سعوبته وهذا ما نعمل عليه أتمنى أن تكون الفكرة وصلت لضيفاء الكرام دكتور ويسام يبدو من خلال هذا الطرح والمشهد والمعطيات على الجغرافية السورية بأن العلاقات الروسية التركية وكأنها واقفة على أرضية مصالح وهناك خلفات تؤجل وقد تكون حاضرة على طاولة من جديد دكتور ويسام إذا سمحت في تداية فضل أعقب على ما تفضل به دكتور نالكريم فضل أحب أن أقوله ما يلي من الأفضل أنه قد شمع من أن نلعن الظلام يعني الدكتور يفهم تماما بأن القضية الكرودية تحتاج إلى صبر طويل يعني ما شاهدناه أنا أعرف أذكر منذ نعومة أطفالي كان والدي يرفعني على كتفه وكنا نهتف أربجي كردو عرب رمز النظال يعني كان شعار جميل رفعه الشيوعيون هنا باك وكنا مرتزمين به وكان دليل صارخ على تلاحم أبناء الشعب الواحد يعني هنا ما تفضل به من أنه لا بد أن نتوحر داخليا في سبيل الطواء على الإرهاب أوه كلام بكل ما تحميله الكلمة الصحيح وصائف لكن المشكلة في أن هناك بعض الأطراف في هذا الطرف وهناك الحقيقة هو الذي يؤخر إيجاد هذه الوحدة المطلوبة يعني هناك أكثر من سبب من هذه اللاحية عزيزي ما أدري يعني هذه النقطة المهمة في تصوري بالنسبة للمصالح بين روسيا وتركيا أن نستثني وجود مصالح بين الأطراف مثلا أعتقد غير ناظجة يعني لا يمكن أن ننكر وجود مصالح ولكن هذه المصالح أيضا تقام عليها يعني هي بمثابة أساس تقام عليها الأسس السياسية الاجتماعية والتاريخية والاقتصادية لا بد من ذلك يعني لا يمكن أن تبني علاقات اقتصادية جيدة أو علاقات حتى تقنية جيدة ما لم تكن هناك مصالح إلى حد ما قد تكون اقتصادية يعني لنفكر ما حدثت بتركيا بمجرد أن أوقفت تركيا روسيا الاستيراد من تركيا شعرت بهزة اقتصادية كبيرة تركيا ولهذا لجأ أردغان إلى الاعتبار ومع ذلك تعرفون هذا جيدا إذن هناك مصالح هذه المصالح قد تكون اقتصادية وقد تكون سياسية لا يمكن نكرار بأن لدى طرفين يعني أقصد بالنسبة لطرف التركي والطرف الروسي أن هناك مصالح سياسية المصلحة السياسية لروسيا كالتالي من الأفضل أن نقيم علاقة جيدة مع تركيا ومن لا يعرف أذكر التاريخ يقول بأن هناك 13 معارج دموية دخلتها روسيا مع تركيا في القرن الثامن عشر وقرن التاسع عشر لمن لا يعرف وقد كانت معارج دموية بمعنى الكلمة كانت روسيا منتصرة فيها دائما روسيا بدأت تفهم بأننا يجب أن نفكر بقضية بأسلوب آخر مع الأتراك يجب أن لا نجد لغة مختلفة مع الأتراك في سبيل أن لا نحرك هذا الطرف ضدنا يعني روسيا ما يكفيها متعب في روسيا عندها قطط اقتصادية وقطط تنوية كبيرة لكي لا يحدث ما لا تريده روسيا يجب أن نجد لغة مشتركة مع تركيا من أن تكون تركيا في علاقة جيدة مع أولئك الذين يبعدون عنها عشرات الآلاف من الأميان عزيزي هاي نقطة سياسية مهمة جدا من النقطة الاقتصادية النقطة الاقتصادية للطرفين يعني عندما يعبر السين من خلال راضي تركيا ستستفاد أيضا روسيا ستستفاد تركيا العلاقات بين الاستيراد والتنظير بين الطرفين كل هذا معشرات على أن المصلحة لا بد أن توجد بين الأطراف يعني لا يمكن نكرار المصلحة ولكن هناك مصلحة عن مصلحة يعني لا يمكن المقارنة بين المصلحة التركية الروسية والمصلحة الأمريكية المصلحة الأمريكية كانت دائما استعمارية استبدازية استفزازية يعني استغلالية للشعوب هذا هو تاريخ المصالح الأمريكية يعني عندما تسحب قواتها من منطقة الرقة والحسك اللي كي تقف أمام آبار النفط يعني دليل واضح لا يحتاج حتى البريطانيين سحبوا قواتهم وتوجهوا إلى آبار النفط هل ماذا تحتاج إلى تعبير؟ هل فرق المصالح التربيع والمصالح الروسية والمصالح الرئيس المالية الإمتريالية الاستغلالية للمنطقة وعلى هذا الأساس لا يمكن تجاوز بسئة المصلحة على أن ننظر إلى هذه المصلحة من الأبعاد السياسية والاقتصادية لكل الأطراف منهم وماذا يريدون بالضبط يعني هذه النقطة وإنما جدا طيب أنا مستمتع جدا بهذا الحوار ولكن الوقت كعادته يداهمنا أستاذ مسعود بدقيقة ونصف جواب منك الآن صراع دولي صامت يحدث في شمال شرق سوريا ونار حامية الوطيد كما يقال في إدلب أين الولايات المتحدة الأمريكية من كل ما يحدث؟ بدقيقة ونصف نعم الولايات المتحدة تنسحب تدريجيا من كثير من المناطق ولايات المتحدة التابعة لإدارة ترامب ترامب الأمر الوحيد المستقر في عقلية ترامب هو أنه يريد أن ينسحب قدر المستطاع ولكن هناك ضغوطا كثيرة ضده كي لا ينسحب نهائيا من المناطق ولو ترك الأمر له لن سحب بالكل من هذه المنطقة وما يثبت ذلك أن قائد البحرية الأمريكية قائد السلاح البحري منذ يومين أقاله الرئيس ترامب وذلك بسبب موقف اتخذه من أحد الجنود الذين كانوا يحاربون في أفغانستان منذ مدة وكتب هذا قائد البحرية بعد إقالته أول من أمس كتب افتتاحية اليوم في صحيفة الواشنطن كونست يقول فيها علنا أن الرئيس ترامب لا يستطيع أن يستوعد الخطط العسكرية والأولويات العسكرية ولا يفهم بالأمور العسكرية على الإطلاق هذا قائد البحرية الأمريكية السابق التي عزلت فلذلك كيف نستطيع أن نحدد ما هو الدور الذي تريد أن تلعبه الولايات المتحدة في هذه المنطقة أختم الحلقة معك ضيفي هنا في السيديو تعقيب منك أخير على كل ما ورد في الحلقة أعتقد هناك مصالح دول وهذه المصالح نحن نتفهمها لكن نتمنى أن لا تكون هذه المصالح على حساب الشعب السوري والدماء السوريين نحن ما زلنا نراهن على الحوار السوري السوري ونتمنى أن يكون هذه التفاهمات التي حصلت بين العسكرية بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري وانتشار الجيش السوري مع الشرطة العسكرية الروسية على طول الحدود بين سوريا وتركيا تكون بداية لبناء ثقة خلينا أخذناك سبق صحفي وقاطعك ما أن نصرنا بالدقائق الأخيرة بأمانة هل هناك شيء الآن أو مفاوضات جارية بينكم وبين دمشق أو دعوة أو شيء مرتقب أو شيء من هذا القبيل أبدا أبدا التفاهمات التي حدثت هي تفاهمات عسكرية بين قوات سوريا الديمقراطية والحرص للحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية ونتمنى أن تكون بداية وهذا ما نصع إليه لبناء ثقة ولبدأ حوار جدي بدمانة روسية لحل الأزمة ولحصول التفاهمات بيننا وبين دمشق دمشق تعرف وروسيا تعرف لا يمكن أن تعود سوريا كما كانت لا يمكن أن يعيد النظام بإنتاج نفسه ومشروعنا هو مشروع ديمقراطي والإدارة أنت تعرف ويعرف الأخوة المشاهدون ليست إدارة كردية للكرد الشرف بأنهم قادوا هذا المشروع بأنهم دفعوا ضريبة غالية لكن هذا المشروع هو ليس مشروع كردي والإدارة الذاتية لشمار وشرق سوريا هي إدارة لكل مكونات هذه المنطقة ونتمنى أن تكون نموزجا أو مثالا يحتضى بها في المناطق الأخرى ونعمل معا لبناء سوريا جديدة ديمقراطية لا مركزية وأعتقد هذه هي مصلحة كل السوريين وهي مصلحة المجتمع الدولي أولا وأخيرا ولن يكون هناك أي حل إلا بعد حصول تفاهمات إقليمية ودولية ولعبين أساسيا عند ذلك يمكن أن نبدأ الخطوة الأولى في طريق الحل للأسف أعتقد الأزمة ستأخذ وقتا طويل ودائما ستكون على حساب الشعب السوري وعلى حساب دماء السوريين ضيفي هنا في الستوديو دكتور عبد الكريم عمر رئيس المشرك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا شكرا جزيلا لك على كل كلام القيم وشكر لك أيضا ضيفي من موسكو دكتور ويسام جواد كاتب ومحلل سياسي على كل إضاءة التي نرتبها حلقة الليلة وشكر لك أيضا ضيفي من واشنطن الأستاذ مسعود معلوف سفير متقاعد وخبير في الشؤون الأمريكية على كل كلام القيم الذي غنيت وأثريت به الحلقة شكر لطاقم عمل الطاولة المسديرة وشكر العظم لكم مشاهدين عطيب وحسن قرم تابع دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة